في أوضح تصريح له بشأن تايوان أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستدافع عن الجزيرة حال تعرضها لغزو من الصين ويبدو أن الأمر سيكون على عكس المشهد في أوكرانيا إذ أشار بايدن لإمكان تدخل القوات الأمريكية بشكل مباشر للدفاع عن الجزيرة الأمر الذي يراه البعض تجاوزا من بايدن للسياسة الأمريكية المعلنة منذ فترة بشأن تايوان بدوره قال متحدث باسم البيت الأبيض أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير في محاولة للتخفيف من حدة تصريحات بايدن من جانبها أبدت وزارة الخارجية التايوانية شكرها لبايدن لتأكيده مجددا التزام الحكومة الأمريكية الأمني الصارم تجاه بلاده وقالت في بيان أن تايوان ستواصل تعزيز قدراتها في الدفاع عن النفس وتعزيز شراكة الأمنية الوثيقة مع الولايات المتحدة في المقابل أكدت الصين مرارا أحقياتها في الجزيرة التايوانية رافضة التدخل الأمريكي الأمر الذي وصل حد التحذير المباشر وسبق وأن قامت الصين بمناورات قريبة من تايوان في أعقاب زيارة مسؤولين أمريكيين للجزيرة ترجمة نانسي قنقر